ترجمة نانسي قنقر 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 في محضرة النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الانتقال ده ممكن يكون لأسباب كتير سواء بنسميها احنا في العلم بتاعنا يعني أحداث بفعل الإنسان زي الحروب زي الباتش مثلا زي التنكيل وضع لمر التاريخ أو بأسباب تانية زي الفيضانات وزي الزلازل وزي البراكين أسباب كلها بنسميها أسباب طبيعية لكن في الأول في الآخر دول إخواتنا في الإنسانية وبالتالي كان لكل واحد فينا دور مهم في هذا الموضوع طيب احنا كمعماريين كمهندسين دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نعمل حاجة اللي بيسموها يمكن تخفيف المعاناة انت كمهندس زي بالزبط أستاذنا أستاذ الأجيال حسن فتحي ما قالك في يوم العيام كان مسؤولية الفقراء ودي كانت شريحة من ناس أو البسطاء أو عامة الشعب عشان نكون دقيق في الترجمة فبرضو احنا المهاردة يمكن مسؤوليتنا ان احنا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع الموضوع اللاجئين الحقيقة ومحاضرة النهاردة برضو موضوعين مختلفين احيانا بيحصل بهم خلط وعشان كده انا قصدت ان انا اخدهم في محاضرة واحدة موضوع مساكن اللاجئين او شلترز الحقيقة اللاجئين والموضوع تاني اللي هي المساكن الصغيرة لكن هنفضح ان شاء الله الفرق بينهم بعد شوية للناس بس الاول مرة تحضر لي اي محاضرة اذكركم دايما بالمنفستو اللي انا اشغال عليه او بالمبادئ التلاتة اللي انا دايما بشتغل عليها في العمل المعماري اول عمل او اول مبدأ هو دايما بداية الاولاني احنا بنتميز في الشرق الوسط ان احنا عايشين في مكان الناس كانت عايشة فيه مش هنقول من الاف السنين لا من ملايين السنين وعندنا شوارع باسمها واحياء باسمها كانت الناس عايشة فيها وبتمشي في نفس الشوارع اللي احنا النهاردة بنمشي عليها وجلينا من الاف السنين شوارع كتير واحياء كتير واماكن كتير الامتداد الضائب في التاريخ ده لازم يكون له مرضوط في العمارة بتاعتنا لازم يكون لنا شكل مختلف لازم يكون لنا نولج مختلفة فالمبدأ الاولاني هو البحث في هذه المعلومات في هذه النولج قد تكون النولج دي مش موجودة قد تكون انضاثرت قد تكون موجودة لكن النصبه الطالد تستخدمها لكن لازم نرجع لها طيب وعشان ما يحصلش خلط في الامر مش معنى النولج ده نحن نمشي بس في التاريخ ونمشي على المبادئ اللي كان القدماء ماشيين عليها لا مش بس كده انت بتعرف وبتفهم وبتحفظها عشان ييجي المبدأ التاني اللي هو developing those values and experiences using cutting edge technologies فييجي هنا دور التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديثة دي ممكن تبقى environmental simulation ممكن تبقى generative design ممكن تبقى parametric design ممكن تبقى اي تكنولوجيا حديثة من اي نوع وده اللي انا كمان ان شاء الله هبعضحه النهاردة طيب التكنولوجيا الحديثة دي بتتعمل ايه بتتعمل اي حاجة اعادة احياء الماضي ده واعادة اخذ الماضي ده لكن testing و experimenting الماضي ده باستخدام التكنولوجيا الحديث وهنا الحقيقة بيطلع دائما منتج مميز وعشان اكون برضو صريح انا مش الوحيدة اللي بعمل كده فيه ناس كتير جدا اللي هتجارب وتجارب مميزة وافضل مني في هذا المجال فهنلاحظ ان فيه كتير من زملاتنا واخوتنا اللي اخدوا مثلا البترن الاسلامي او النمط الاسلامي وعملوه بالparameter design عشان يدونا تجربة جميلة وجديدة وكأن التاريخ لم ينتهي بالعكس الحاضر بيمتد عشان نقدر نسلم المستقبل التجربة الجديدة وعلى ذكر المستقبل فالمبدأ التالت والاخير هو تسجيل ونشر هذه التجارب المعمرية عشان تسليمها للاجيال المستقبلية وحسازن حضراتكم ان احنا نفتكر كويس جدا التلات مبادئ دول لان التلات مبادئ دول هم دولة نفسهم اللي هيتكرروا معايا في خلال المشاوية اللي جاية بإذن الله هفكركم بواحد واثنين وثلاثة تنويه سريع ان المشاوية ان شاء الله اللي هتتعرض اليوم هي كلها كانت بفضل الله ومنه الحمد لله حصلت كلها على جوائز دولية او محلية وكانت تم تحكمها عن طريق خبراء وبعض المشاوية عن طريق طبعا مش في المجال بتاعنا المعرضة بس عبوما كل المشاوية اللي انا بعرضها في كانت مقدار شعرت حاجة الا ازا كانت تواخدة الختم بتاع جايزة في الحمد لله عندي مشاوية كتيرة جدا جدا في بعض المشاوية منها فمش بحب ان انا انشرها لكن بعمل على تطورها وبتدخل الافكار في المسابقة تانية لحد ما عبدنا يكرم بإذن الله وتاخد جايزة دولية فيكون لي الشرف ان انا اشاركها مع حضراتكم وهكون يعني عندي شجاعة ان انا اتكلم فيها تعالوا نبدأ كده بتجربة صغيرة قوي الديرجرام الجميل اللي قدامنا ده بيعكس مبدأ موجود في علم الاحصاء او الستاتيستيكس اسمه التجربة كانت كلاتي فاثناء الحرب العالمية على ما اتذكر كانت التانية حملوا كده حاصر علمي بسيط في امريكا وحاولوا يشوفوا ايه هي المشاكل اللي كانت بتقابل الطيرين العسكريين او الطيران فبدأوا يدرسوا كل الطيرات اللي رجعت من ميدان المعاركة عشان يحللوها ويشوفوا ايه المشاكل او اكتر الاماكن اللي كانت فنرابل او كانت عرضة للاصابة لضرب النار واللاصابات زي ما احنا شايفين فكانت المجموعة الدوتس اللي باللون الاحمر دي هي اكتر الاماكن عرضة لاطلاق النار من الدفاعات الأرضية للطيران وبالتالي بدأوا يفكروا وقال لك يبقى دي أكتر الأماكن اللي محتاجة أنها يعني تم وضع حماية أكتر لها أو يعملوا لها دروع أكتر عشان تقوم وده كان المنهج العلمي في الوقت ده قال لك خلاص يعني حصان عدد كبير جدا أخذنا المتوسط بطعم لقينا أن دي الأماكن للإصابة يبقى من التالي ومن المنطقي أن احنا نسلح أو نحمي يعني هذه الأماكن بدروع إضافية إلا أن هنا فيه خطأ خطير جدا جدا وقع فيه والخطأ ده كان اكتشفوا أحد علماء الإحصاء وقال لهم يا جماعة ببساطة شديدة أنتم بتدرسوا كل الطريقات اللي رجعت لكن هو الحقيقة احنا محتاجين ندرس الطريقات اللي مربكتش الطريقات اللي رجعت ده معناها أنها نجحت أنها تيجي يبقى ما فاش مشكلة يعني اللي انتم شايفينها الإصابات دي ما كانتش إصابات قاتلة بدليل أن كل الطريقات اللي عندكم هي الطريقات اللي رجعت لكن المشكلة كلها الطيرات اللي وقت في ميدان المعاركة اللي هي مش عندكم اللي انتم ما شفتوهاش وبالتالي الراجل ده فعلا أشار لنقطة خطيرة جدا وهي بيسموه وحضراتكم تقدروا تبحثوا عنها حتى وموجودة في بيكسبيديا اللي لها مصادر كتير يعني للمعرفة فكان هنا فعلا حاجة خطيرة جدا ان احنا احيانا مش بنشوف المبدأ الاهم في التصميم لانه غايب عندنا لان احنا لم ندرك لم نمر بالتجربة لكن لو مرينا بالتجربة كاملة زي الطيارة الطيار اللي مر بهذه الطيارة ولكن وقع في ميدان المعاركة مش هنقول اللي رجع دي مش تجربة كاملة تجربة كاملة للشخص اللي فشل لان ده موضوع الدراسة من هنا حنبدأ نعرف ايه المشكلة وبالتالي كم مصممين نبدأ نحلها من المبدأ الجميل ده ده مبدأ كمان تصميمي خطير جدا لما نيجي نفكر في تصميم الملاجئ احنا كلنا قاعدين في بيوتنا وربنا اكرمنا وانا معلينا بنعمة الامان والحمد لله يمكن مفيش حد فينا يعني اعتقد يعني اغلب الناس اللي بتشتغل وبتصمم ما كانش فيهم لاجئين لكن لو بدأت تسأل حتى حد من اللاجئين ايه مشاكلك هتكتشف ان اللي انت بتصمم القصص التصميمية اللي انت بتصمم بيها كلها لا تموت بصلاق او مش بتخاطب المشكلة الاساسية وبعده هنا منطق او مبدأ هو نفسه اللي داخل معانا طيب وبالتالي هنا هنبدأ محاضرة النهاردة بحتة او بمقدمة علمية كان لازم ادرسها والحقيقة اخدت فيها كورس كامل في تي يو ديلفن يونيفرستي وما زلت برضو بدرس عنها وما زالت القراءة طبعا العلم لا ينتهي مش بعانا ان الواحد اخد كورس انه خلاص انت كده تعلمت بالعكس انا دايما بقول اللي بياخد كورس انت كده حتبدأ تتعلم لان انت مجرد المعرفة او النولج ده مش معناه ان انت عندك لتطبيق هذه المعرفة طيب ايه هي المعرفة المعرفة او الكورس او الموضوع اللي بتكلم فيه اسمه وحيانا بيسموه لان احنا بنصمم للانسان والمبدأ التصميمي ده بتاع هو ببساطة الشراك الشخص اللي انت بتصمم له في عملية التصميم الشخص اللي انت حتصمم عشان يدخل معك كعنصر من عناصر التصميم كفرده من افراد التصميم مش لازم يقعد معك على نفس الترابيز ويمسك قلم ويعمل سكتشينج معك بس على الاقل في كل خطوات تسأله انت شايف ايه لانه هو الشخص اللي مر بتجربة انت ما مرتش بالتجربة او احنا ما مرناش بالتجربة زيه لو تعذروا عليك انك تقعد مع هذا الشخص فهيبقى منساعد عليك انك تمسك الانتربيوز وتقرأ كل المخالات الكوتس لناس او انتربيوز لناس مروا بهذه التجربة اللي هو في الحالة بتاعتنا كانوا اخواتنا اللاجئين عاشوا ازاي مشوا في زاي رحوا فين جم منين ايه المشاكل والصعاب اللي قابلتهم هل كانت الدنيا برده هل كانت الدنيا حار ازاي قدروا يوفروا الغزاء طب ايه هي الجهات اللي كانت بتارعاهم بتارعاهم ازاي طب ايه المشاكل بتاعتهم وحتلاقوا فعلا الموضوع يعني اه مثير للزهول ففيه كتير من المنظمات الأمم المتحدة الانورا واليون سي اش ار فيه كذا منظمة يعني حاولوا يعملوا فعلا اه حاجات كتير او شلترز او ملاجئ للاجئين لكنها فشلت فشلت لانا كانت تصميمها جميل جدا ومتميز جدا بس مع الانتاج الغزير عشان يكفي العداد اكتشفوا ان تكلفة كانت عالية لان بيستخدموا فيها مثلا الومينيوم وبلاستيك ومواد تعتبر غالية ففشلت المنظومة مع العدد الكبير وهي دي فعلا للأسف لما بيحصل او الانتقال القصري عدد اللي جئين ما بيكونوش خمسة ولا ستة ممكن يبقوا آلاف ممكن يصلوا إلى ملايين يبقى كوري المشكلة ما تحلتش عشان كده لازم كنا نبدأ نتكلم او اسأل الناس اللي اشتغلت فيها اه حابة بدنا انا اشارك مع حضراتكم النهاردة بس فكرة ايه هو وده كانت يمكن بعض المقتطفات من الكوريس اللي انا حضرته اللي انا درسته ببساطة شديدة فعملية التصميم العادي مش حتى موضوع اللاجئين هو بيعمل افراد كامل لنموذجين من النماذج الايام اللي اليوزر بيمروا بيهم طبعا ده في حالة شخص عادي الشخص اللاجئ الشخص اللاجئ ما فيش فرق بينه بين الويك دايز والويك انز لكن الشخص العادي العامل اللي بيعمل في اي مانا او بيشتغل في اي مجال بيبقى له نمط حياتي معين موجود في الويك دايز والنمط الحياتي ده قد يختلف قليلا في الويك اند او في العطلات بتاعته لما بيبدأ النمط الحياتي الروتيني بتاع العمل بيتوقف وبتبدأ الانترتينمنت او الاميوزمنت هو اللي بيكون موجود فطبعا بدون ندخل في تفاصيل كتيرة حتى لو قطيلا على حضراتكم فاحنا بنعمل افراد الاكتيفتيز الاكتيفتيز ديه بتتحول الى او اه احتياجات فراغية عفوا والاحتياجات الفراغية دي طالما قلنا كلمة فراغ او سبيس فمن هنا بيبدأ يجي تصميمنا عشان نلبي هذه الاحتياجات ومع كل ده مش هنقدر ننجح الا اذا رعينا حتة وبرضو رعينا ان احنا لازم نشرك احد افراد في عملية التصميم مش بس كده وحتى لو حطيت معاك الاند يوزر وانت بتصمم هو بيقول لك كل احتياجاته لازم تترك فيما الاقل عن خمستاشر او عشرين في المية فراغات بنسميها احنا فراغات او استخدامات اكتيفتيز نيوترال عشان انت ممكن نحصل اه احتياجات لاكتيفتيز جديدة ما تخيلتهاش ما حطيتهاش في اعتباراتك التصميمية وبالتالي يبقى تصميمك ناجح على مر الوقت على مر الزمن ما يجيش في مرحلة ويفشل بعد كده عملية الاسكتشنج الناس دي بتعيش ازاي هتروح فين هتيجي منين احتياجاته الانسانية حياكل حينام حيشرب محتاج يدخل دورة المية محتاج يرفع حتى عن نفسه الزروف الموجودة وعلى مر التاريخ والحمد لله ربنا اكرمني ان انا بدارس كمان تاريخ كان فيه دراسة كده التاريخ ان انا اجريها وبدأ درسها كمان عن اللي هي الملاجئ اللي كانت موجودة في العصر الحاجة بدأ يتم من اول ملجأ اعرفه الانسان اللي هو الكهف الكهف الطبيعي وازاي عمله اعادة تهيئة حتى يناسب اه احتياجاته لحد اخر حاجة اللي هي بنسميها احنا البيت هاوسز او الرو هاوسز وطبعا فيه مراحل يعني تطورت كتير من الباليوليثيك للميزوليثيك للنيوليثيك تلات مراحل العصر الحجري قبل اكتشاف المعادن ولها دراسة يعني كده ظريفة والمبدأ العام المنهج العلمي لو في من حضراتكو حد بيعمل رسائل العلمية او بيبرز حيبقى فيهم دايما ان المبدأ العلمي بيعتمد على تلات اسئلة مهمة ما الشيء اللي انت بتعمله ما هو الغرض منه كيفية عمل هذا الشيء نفس الموضوع في ماذا نفعل فلازم نبدأ نعمل افراد كامل والافراد ده ممكن عملية البحث يتبقى بال post اللي هي الورق الأصفر الصغير ده ممكن يبقى بأي وسيلة لكن ده من أشهر الوسائل المستخدمة في عملية البحث عشان نكتب كل حاجة بيحتاجها اليوزر ييجي بعد كده ال why اللي هو الغرض او فنبدأ نكتب كل الخطوات بتاعتنا في اللي بيحتاج الموضوع ده هل ممكن نتم الاستغناء عنه هل ده يعني هل ده احتياج خاصة فقط بهذا الشخص ولا ده خاص بالبروتوتيب بالنموذج من كل اللاجئين طب الثقافة بتدخل فيها الناس اللي جاء من الشرق الأوسط غير الناس اللي جاء من الشرق الأقصى غير الناس اللي جاء من أفريقيا ولا مش هتفرق على سبيل مثال الشرق الأوسط الناس دي مثلا عايزة تصلي طب حتصلي ازاي طب الناس دي مش عارف عايزة تدخل دورتون مية بشكل الحمام اللي هو الحمام العربي يناسبهم في ناس تاني ما تعرش تستخدم هذه الفكرة الاختلافات الثقافية كمان دخلت فيها وآخر شيء هو ازاي هتقدر تعمل هذا الموضوع ما هي الأدوات المتاحة في إيدينا هل التكلفة مفتوحة ولا مش مفتوحة فبرضو هنا في العديد من الأسئلة بالإجابة على مجموعة الأسئلة دي كلها حبدأ أتكلم على أول نموذج من النمازج للشلتز ودي كانت لله الفضل والمن يعني كان آخر جائزة جائزة رقم أربعين اللي تمت في شهر الاثناشر اللي فات 2021 والحمد لله بنهاية سنة 2021 أتميت الجائزة رقم أربعين إيه الفكرة أو إيه الموضوع الجهة المنظمة المسابعة بيسموها أو تحالف العمارة الإنسانية دي جهة دولية مقرها الحالي في اليابان ودي كان المطلوب في إن احنا نعمل فراغ في حدود 2 متر في 2 متر في 2 متر لشخص واحد على الأقل يعني هم مخصصين لكل إنسان كيوب أو حيز 2 في 2 في 2 متر ليه هم لقوا أن بعض فوكوشيما وبعض الأزمات اللي تعرضت لها اليابان مش بس فوكوشيما من أثناء الزلازل المختلفة والتسنامز المختلفة وحتى التسريب اللي حصل في المفاعل بتاع فوكوشيما كانت دايماً المدارس مدارس والجامعات هي المكان اللي بيقوي عدد كبير جداً من اللاجئين إيبا إحنا هنا بنتكلم إن فيه مكان تم تخصيصه للاجئين طيب إيه المشكلة إيه المشكلة إن الناس دي كلها مفتوحة على بعض فكانت دايماً ملعب مثلاً أو صالة مغطوة صالة كبيرة الناس كلها بتتجمع فيها وبيناموا في سليپينج باجز بيناموا في الأرض فما كانش فيه أي خصوصية لأي حد أو أي شخص من الناس اللي كانت موجودة طيب كان إيه الدزاين قال لك والله التاسك التاسك قال لك إنك لازم تحاول تخصص لهم أو تصمم لهم شيء أو مكان أو حيز الحيز ده يقدر الناس إنها تنام فيه بشيء من الأمان بشيء من الخصوصية من عدم الإزعاج بحيث إن هو بعد الفترة دي لما تبدأ الحكومة توفر أماكن بديلة أو تبدأ الأمور ترجع زي ما كانت تقدر الناس دي ترجع تاني وتنتهي الأزمة على خير بإذن الله فهو هنا نوعية اللاجئين ونوعية المشكلة مختلفة تماما عن مشاكل اللاجئين مثلا في الشرق الأوسط بسبب الحروب المختلفة عشان كده أنا كنت أتكلم على فكرة وفكرة وبالمناسبة برضو اللي فيه من حضراتكم يعرفني أنا أصلا شغال في الموضوع فترة طويلة جدا وإحنا دايما كشرط إجباري في مطالبين أن نحن نشتغل يعني سواء ناسا أو الـ وكانت الفضاء الأوروبية أو ناسا ده شيء مبدأ تصميمي يعني مهم جدا لو أنت بتشتغل لازم تشتغل دايما فالموضوع مش جديد لكن هو محتاج إن احنا نفكر بنفس المايندسات دي أو بنفس العقلية دي كمان في عماراتنا بالأرضية بعد ما ديت لحضراتكم كده فكرة نتذكر تاني التلات مبادئ الخاصة بيا اللي أنا بشتغل بيها اللي هي دايما البحث في شيء من طراصنا القديم وإيجاد إيه اللي ممكن يجاوب عليه طب ليه طراصنا القديم وليه دايما عايش في الماضي لأن ببساطة الطراص اللي أنا بتكلم فيه ده باله ألاف السنين الناس دي طورت حلول لما كانت التكنولوجيا منعدمة عشان يقابلوا هذه المشاكل القديمة والأصيلة فكرة اللاجئين عفوا ما هياش فكرة جديدة ومن ألاف السنين الناس دايما كانت بتفكر في حلول بسيطة ومبتكرة وغير مكلفة ولا تعتمد على التكنولوجيا وفي العمارة اللي احنا بنسميها architecture of extreme environments دي المبادئ اللي احنا بنحتاجها لكن في نفس الوقت احنا مش عايشين في الماضي احنا عايشين في المستقبل احنا عايشين في الحاضر عندنا تكنولوجيا قوية جدا وبالتالي لازم نعتمد على استخدام هذه التكنولوجيا وبعد كده بننشر هذه الأفكار زي presentation اللي احنا بنعملها النهاردة أو دوي كأستاذ جامعي بعلم حتى الأولاد اللي أنا بدأس لهم بعد هذه المبادئ زي مردو بمحفارك حضراتكو على التجربة إن شاء الله كاملة إيه هي الأهداف التصميمية اللي أنا جمعتها من خلال كل الشرح اللي أنا وصلت له قبل كده من والوات والواي والهاو هم مجموعة العشر مبادئ التصميمية دي ودي خاصة بي أنا مش بالناس اللي نظمت المسابقة الناس اللي نظمت المسابقة كانوا طالبين أول ثلاثة أو هم الحقيقة ما طلبوش لكن كان المعتاد دايما أول ثلاث حاجات اللي مكتوبة باللون الأحمر كانت هي دايما اللي معتاد عليها في الملاجئ الخاصة باللاجئين رقم واحد إنها تكون سهلة الانتقال يعني طبقا العملية المسكن دا مش معمول مثلا من الخرصانة أو الطوب فوانس إن انت بانيته في مكان ما تقدرش تنقله في مكان لا لابن أنت لازم يكون قابل للانتقال رقم اتنين يكون يكون وزنه خفيف لأنه فعلا طالما حينتقل فأنت محتاج إنك تنقله في حالة الأزمات الوزن الخفيف ده يفرق معنا جدا جدا لعدم توفر الإمكانيات في حالة حدوث أزمات سواء كانت الأزمات دي مفتعلة بفعل الإنسان زي الحروب لصمح الله أو بفعل الطبيعة زي الزلازل والباراكين وما إلى ذلك رقم ثلاثة الكمباكتنس أو إنها تكون مضغوطة بحيث إن ما فيش أماكن كبيرة للتخزين لأن فعلا اللاجئين أو الملاجئ دي أو الشلترز دي في حالة عدم استخدامها أنت لازم حتخزنها في مكان ما لكن وانس إن المشكلة تحلت هترجع تخزينها تاني في نفس المكان فأنت محتاج مكان يكون شوية أو مكان يمتص العدد الكبير جدا من الملاجئ اللي إحنا هنعملها والحد هنا كده هنشد خط وده كان دايما المعتاد في الملاجئ بتاعته المنظمات اللي بتعمل في الإغاثة لكن لما جيت عملت البحث ده وبديت أشوف حتى الناس اللي اشتغلت في هذا المجان والانتروفيوز الخاصة باللاجئين أخبار كتير جدا واليوتيوب مليان بكتير من الناس اللي بتحكي عن معاينتها ومشاكلها فأنت هتلعز إن انت محتاج رقم أربعة يعني عملية عملية تشييد أو مش هنقول تشييد عايزة أقول ليه أو إنك يعني أو توقف الملاجئ ده محتاج أشخاص غير متخصصين لعدم توفرهم برضو في حالة الأزمات يعني ممكن الناس العادية هي اللي تقدر تبني أو توقف الشلطة ده مبدأ مهم جدا تكلفة قليلة حتى لو كانت دولة عظمة حتى لو كانت دولة غنية لكن مع الأعداد الكبيرة للناس انت محتاجش يكون ثمن وكمان رخيص رقم ستة أو الموضوع يتحمل معك انت في حالة أي ظروف صعبة انت مش عارف المدة الزمنية اللي اللاجئ ده هيقعد فيها محتاج يستنى فيها من البرد ومن الشتاء ما انتش عارف ممكن يبقى يومين تلاتة ممكن يبقى اسبوعين تلاتة ممكن يتبقى شهور وبعض اللقوات بتصل إلى سنوات فالديرابيلتي مهمة ما انفعش الناس دي بعد يومين تلاتة يتوقف الملجأ ده عن أداء وظيفته هتوقف بالمشكلة رقم سبعة مهما فكرت في تلبية احتياجات الناس فلازم يكون فيه المرونة التصميمية الكافية عشان تنتص احتياجات جديدة انت ممكن ما فكرتش فيها ممكن تظهر مثلا سمح الله وباء جديد في مجتمع اللاجئين اللي هو غالبا بيكون مكان غير صحي مكان ممكن تنتشر فيه الأمراض ممكن تنتشر فيه حرب بيولوجية مثلا معينة لا سمح الله مشكلة معينة احتياج طبي احتياج مجاعة معينة فلازم يكون عندك مرونة تصميمية رقم تمانية أو الاستدامة البيئة في اللي احنا بنعمله ده ايه هل احنا هنلوس البيئة ولا هنحفظ على البيئة رقم تسع يعني بعد ما تنتهي حتى دورة الحياة الخاصة بالملجة ده ما يترميش يمكن استخدامه أو الملجة نفسه يكون مصمم أو يتم تصنيعه بمواد هي خلاص مش محتاجينها بدل ما هتترمي في الزبالة لا احنا ممكن نستخدمها من أول وجديد وآخر شيء يعني الملجة ده قدر المستطاع مش هنقول مية في المية بس قدر المستطاع يقدر يأمن لنفسه احتياجاته الأساسية من الإنارة من الطاقة من الماء وممكن ممكن في يوم الأهم كمان من الغذاء لأن دي كلها بتكون ودي الدول دايما مش بتحب تستقبل اللاجئين لأنها بتروحوا باقتصادها بسبب البندة رقم عشر وهي هيصرف عليهم منين هيأكدوهم وشربوهم وشغلوهم ازاي فاحنا بنحاول نعمل تقليل متجيتنج للبروبلم او بنحاول نعمل زي ما بيقولوا عليه في الجماعة دول الديزاستر ريليف صحيح احنا ممكن ما نقدمش حلول مية في المية لكن في نفس الوقت لازم نقرب المسافة شوية وبالعلم ان شاء الله واحدة واحدة ربنا وفقنا ونقدر ان احنا يعني نلغي هذا الاحتياج بالكامل طيب ايه هنا المبدأ التصميم القديم انا كنت دايما الحقيقة لاول ما بسمع كلمة اليابان انا عارف ان جماعة اليابانين عندهم طراث غني جدا جدا ضارب في القديم في التاريخ وعندهم كم من العلوم وكم من الفنون عالي جدا جدا كان ليا صداقة كثير جدا من الناس اللي كانوا بيدرسوا العلوم اليابانية والفنون اليابانية وكنت دايما مزهول بثقافة الزن اللي موجود عندهم والزن نقدر نقول كده بدون ما ندخل في الأمور الخاصة بالعقيدة بتاعتهم يعني كان دايما هدفهم هو بيعملوا كل حاجة في الحياة بدقة شديدة جدا فتلاقي مثلا اللي هي حفلة الشاي بتاخد منهم 15 دقيقة ولها تقوس معينة كل حاجة بيعملوها بدقة شديدة باتقان شديد فمن ضمن الفنون المتوارسة عندهم الأرجامي أو فن طايل ورق والحقيقة لما بحثت في التاريخ بتاعه كنت بيدفع الفضول العلم كنت عايزة عرف تاريخه بدأ منين بدأ ازاي فلاقيت ان التاريخ المحدد مش معروف الا ان هو المؤكد ان هو قديم جدا 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 الميزة الحقيقية ونراكز مع بعضها في المبدأ ده لان ده اهم مبدأ حينعكز بعد كده على الشلتر اللي انا بتكلم فيه اهم مبدأ ان انت من غير اي امكانيات متاحة حتة ورقة فقط حتة ورقة واحدة بس بالكتير من النولدج وكتير من المعرفة والعلم تقدر تحول هذه الورقة الوحدة بدون استخدام مقص يعني مفيش قص خلي بالك ولا تلزيء الى اي سكولبتر او اي شكل موجود عندك الصورة الجميلة اللي احنا شايفينها بتاعت الطائر اللي بيطيره ده مفيش اي مقص استخدم فيه مفيش اي لزء استخدم فيه لكن الحاجة الوحيدة اللي استخدمت هي العلم المعرفة انه عشان يقدر يحول هذه الورقة الوحدة الى الشكل الجميل اللي احنا شايفينه وحتى لا يختلط علينا الامر فيه فنون كتير فيه فن الكريجامي فن الكريجامي اللي هو فن قص وطي الورق مختلف عن الوريجامي والكريجامي الجميل ممكن تعمل المكيت كامل وبعدين تطبقه تحطه في جيبك وبعدين تجي تعمله افراد في مكان ما وانا بشتغل في المسابعة كان عندي الحيرة هل اشتغل الوريجامي ولا اشتغل الكريجامي وهضراتكو بعده تقدروا ترجعوا تشوفوا يعني على الجوجل الفرق بينه ما حتى اللي عنده فضول علمي يعني وحابب يعرف الموضوع فكان ده الفن القديم الوريجامي بعد كده لقيت ان بعض المعمرين اليابانيين كان بيرحب جدا بفكرة وراجل ده ليه كوت جميل اوي بيقال لك وخلي بالك من الكلمات هو قال لك يعني حتى النظام الانشائي مش لازم يتم استخدام خامات قوية عشان تعمل نظام انشائي قوي انت ممكن تصل الى نظام الانشائي القوي بس باستخدام خامات عادية فمش لازم تكون حديد مثلا ده طبعا رائد العمارة الورقية والراجل ده حصل على وحصل على يعني حاجات كتير جدا 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 جواز كتير جدا في مجال العمارة وتميز باستخدام الورق المقاوة او الكارد بورد فالأركتكتشرا عمل حاجات مذهلة يعني يعني محتاج ان احنا لازم ندرسها ونتوقف عندها فهو قال لك ومن هنا كان برضو جزء من الخاص بالمسابقة ان انا شوف الراجل ده عمل ايه وهل فعلا اشتغل في الموضوع ده وكان المزهل في الموضوع انه علمنا حاجات كتير في الملاجئ الخاصة باللاجئين ونجح في تصميم ملاجئ اليونايتد نيشنز او الامر المتحدة فشلت في عملها وحكا كان بيحكي في كتير قوة عن التجاوب الخاصة به ومن هنا كان برضو النقطة التانية بس انا ملاقيتش الحقيقة كان خاصة بشجير وبان بس لقيت فانا اخد بالنا عشان برضو الفرقات تكون واضحة من كل حاجة والتانية بعد كده لما بدأت ابحث بقى في الوريجامي هندخل بقى دلوقتي جماع في العمقه اكتر لقيت ان فيه انماط كثيرة جدا وعلم الباترنز ده علم واسع جدا فيه شيء اسمه علم الباترن دايما بحب دارسود سنة اولى في كليات العمارة وكليات التصميم الداخلي وتصميم الباترن ملخصه انه بيعتمد على حاجتين تصميم لوحدة وبعدين قانون يحكم تكرار هذه الوحدة فمن هنا لما بدأت ادرس الباترنز الخاصة بالوريجامي كان قدامي فيه باترنز كتير وقع الاختيار على نوع من انواع الباترنز اسمه اليوشي مورا باترن اليوشي مورا ده كان برضو احد العلماء اليابانيين اعتقد من الخمسينات طور نوع من انواع الباترن اللي انا معلم عليه بالخط بالمربع الدوتر الاحمر ده وده اللي انا عجبني بس اليوشي مورا دايت هتلاحظوا ان هو سيلندريكل لكن فكرة السيلندريكل دي لو احنا عملنا لها روتيشن مية وتمانين درجة هتتحول الى فولت قبل ومن هنا لقيت ان فعلا بعد البحث يعني في بعض الاوراق العلمية او الاوراق البحثية وقعت على بيبر جميلة جدا انا كاتب اسمها تحت الحضرات كل اللي حابب انها رجع لها تاني بيبر جميلة جدا كانت في جراز يونيفرستي بيتكلم على الفروقات الموجودة بين الشلطة وبعضها اللي بتعتمد على فكرة اليوشي مورا هو نفسه فمن هنا كان الموضوع طب الناس يعني حصل تطوير طب ايه المشاكل اللي موجودة هنا واللي انا محتاج بقى ان انا اطورها عشان يكون فيه من هنا بدأت بعضه افكر تاني طب الناس لو وصلت لهذه الحلول فمن المنطقي ان ده في حد ذاته يكون ملجأ او يكون شلتر ثمنه رخيص خفيف يعني ممكن يطوأ ومباول ممكن يتحرك ويتنقل في مكان جديد يعني تقريبا بيجاوب على عشر اهداف تصميمية اللي انا يمكن ذكرتها من قبل ولقيت فعلا بعض المحاولات الجادة لبعض الناس وبعض المؤسسات اللي استخدمت الفكرة دي بدأت تطورها والميزة اللي موجودة في الموضوع انها قطعة ورق بس طبعا في الحالة بتاعتنا مش هتكون ورق عادي هيكون آآ كارد بورد زي ما تعلمنا من شجير وبان يعني هو الحقيقة خلط او مش المسج كل الهداف اللي فاتت دي كلها جاي خطوة بخطوة انا بحكي لكم على القصة بتاعت التصميم لحد ما وصلت في الآخر للتصميم طيب بعد ما بحثت في الماضي جاه دور البند التاني في المانيفستو اللي انا اتكلمتي فيه وهو التكنولوجيا الحديثة والحقيقة يحدث ولا حرج الجماعة اليابانين كانوا الحقيقة يعني آآ شاطرين آي آي في تطوير سوفتويرز خاصة بالفنون الخاصة بيهم وانا اتمنى يا رب احنا في مصر كمان احنا عندنا يعني طراص عالي جدا اتمنى في يوم الايام نشوف آآ نفس الكنتربيوشن العلمية دي ولقيت فري سوفتويرز كتير موجودة على الانترنت بتصمم الاوريجامي باترن فمن هنا لما عملت تاستين كده طبعا في بعض السوفتويرز زي السوفتوير اللي تحت على الشمال ده كان لحد ما معقد بالنسبالي لان كان فيه علم بقى اكتر انت كل ما بتترغل في مجال ما بتكتشف ان فيه اعمق في مجال اعمق فالحقيقة انا استخدمت السوفتوير ده اسمه الفري فورم اوريجامي وحضراتكو هتلاقيوا موجودة على الانترنت وتقدر تصمم عليه وبعد كده بالاستعانة شوية بالسكريبتنج الخاص بثري دي ستوديو ماكس وشوية جراس هوبر قدرت ان انا اوصل في الاخر لشكل الباترن اللي انا صممت به ففي الاخر وصلت للاربع بروتوتيبز اللي حضراتكو شايفنا وفعلا في المرحلة الاولى كان من المفترض ان انا حسلم الاربع بروتوتيبز دي بس في اثناء عملية التصميم وتطوير التصميم ده بقى شغلي انا الخاص اكتشفت ان كل دول على فكرة يوشي مورا باترن وكل دول بالمناسبة نفس التمبلت الفرقات بينهم في الاطوال في اطوال طي الورقة يعني هكبتع منهم بتبقى اطول من التانية الباترن او الزوية ممكن تبقى مختلفة لكن تقريبا هو نفس شكل الباترن هو هو لكن المشكلة اللي ظهرت معي لما عملت الفكرة التصميمية ديت ان كلهم اللي هوا شايفين حضراتكم الخطوط الدوتد اللي قدامنا باللين لحمر هتلاحظوا ان كلها افقية طيب ده يسبب لي انا مشكلة في ايه الحقيقة الشلطة اللي انا كنت عايز اعمله هما صحيح الطلب مننا انه يكون بس هما الجماعة المنظمين المسابعة قال لك والله اللي حابب يستخدمه ومن هنا جات للفكرة او المرونة التصميمية المفروض ان الشلطة ده يستخدم ممكن لاستخدامات الداخلية يعني تحت سقف مغطى او لاستخدامات الخارجية يعني في الاوتدور طب لو الدنيا برى في الاوتدور من الطبيعي ان الدنيا هتشتي دنيا هتمطر لو الدنيا مطرت هتحصل عندنا مشكلة في الحتة اللي بالخطوط اللي هي باللون الاحمر ده بيسموها الفالي او الوادي في حاجة اسمها الاج والفالي الفالي اللي هو المكان اللي بيتجمع فيه الشتة او المطر طب ما كده هتقابلنا مشكلة ففعلا هنا الموضوع يمكن يبان لبعض الناس انها يعني ملحوظة تفها لكن هوا الحقيقة كانت مرهقة جدا جدا تصميميا يعني اخدت مني وقته مجهود عالي جدا على معالكة هذه المشكلة بتاعة الميل الافقي فبدأت عملت تطوير تاني للفورم بحيث ان ما يكونش فيه اي خطوط افقية وبالتالي الجأ ان الخطوط كلها تكون ميلة ومش بس ميلة وقلت ان مية المطر دي ممكن تتجمع في وقت من الاوقات كمان وتستخدم كعنصر للشرب يتعمل لها فلترين مثلا مية الشترة هتكون انضف مية اكيد انضف من المية لها هتتجمع من الارض او من المحيط وباديت عمل فعلا البروتو تايب الاولاني مستخدمت بعض التكنولوجيا او بعض السوفتورز اللي حكيتها لحضراتكم عشان اقدر اوصل للافراد الكامل لهذا وبعض السريعة كده كنا محتاجين ان احنا برضو لازم نعرفها كشغل هندسي عشان نقدر التنفيذ يتم بسهولة فكان الوزن للشلتر اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو ممكن لفرض بواحد او فرضين بكتير قوي يناموا جنب بعض اتنين متر في اتنين متر كان الوزن اتناشر كيلو جرام اتناشر كيلو جرام يعني ممكن اي انسان بدأ يشيله بسهولة المساحة المستهلكة من الكاردبورد حتى تبقى تقريبا واحد وعشرين ونص متر معبع ودول ممكن يجمعه من كاراتين قديمة يعني كاردبورد قديم ويتم لازقه ولسه النهاردة الصبح يعني سبحان الله انا بكلم حضراتكم من اربع ساعات بالزبط يعني الساعة تقريبا اربعة حضراتنا بدأ التمانية كنت بعت ايميل ليهم بالانستركشن بتاعت التنفيذ احنا حاليا الحمد لله في مرحلة البروتو تايبينج فبديت هديهم بعض الانستركشن زي هتتنفذ وهما بعتولي حتى الرد بتاع المصنع بتاع الكاردبورد قالوا لي فيه بعض المشاكل وطبعا ده طبيعي يعني لازم نبدأ نشتغل فيها الطول حيكون اتنين متر العود اتنين واحد من عشرة الطول الـ يعني التاني واحد وتسعة من عشرة يعني المدخل حيكون المدخل بتاع الشلتر بابين والمخرج كمان بابين وده كمان ليه سبب سميتهم حتى بالتسميات المقدمة هي المقدمة هي يعني عندك مخرجين وحاول لحضراتكم السبب ليه لازيل مخرج حاليا بالنسبة للـ كلها ميلة يعني هيكون فيه ميول طفيف هنا وهنشوف بعد كده في الخطوة اللي بعدها بعد كده بديت تعمل حاجة اسمها أو قوانين التجميع القوانين التجميع هي القوانين المختلفة اللي ممكن الشلتر ده يقدمها عشان تدينا حلول تصميمية مختلفة تلائم جميع الاحتياجات والأنشطة اللي ممكن المجموعة من اللاجئين يحتاجوها مع بعض فقلت أبسط مثال اللي كان مطلوب في المسابقة هو رقم واحد هو بس لو حبينا نحن نعمل امتداد هل ممكن الموضوع يكون فيه يعني يتحول إلى فطبعا كان من الطبيعة طب إزاي حجمع وحدتين مع بعض من البحث بس لقيت أن أسهل حاجة هي الأفيز البلاستيك اللي احنا بنجمع به الأسلاك الكهرباء هو نفسه الأفيز البلاستيك اللي كان بتستخدم تمانها رخيص عددها كبير موجودة عردي في السوق وممكن يتم إنتاجها من البلاستيك المعاد تدوير يعني بيتلائم مع التصميم بتاعي في كل حاجة وجود المدخلين أو وجود البابين هيتحلين أن احنا ممكن نعمل تفريع أو والبرانشينج والبرانشز ديت هتبدأ من مدخل واحد يتفرع إلى وحدتين ملسقين لبعض لكن كونوا من الورق وكونوا قابل للطي فأنت ممكن كمان تجمع الطرف أحد الأضلاع أو أحد الواجهات الجانبية برضو بالأفيز البلاستيك ده بحيث تبدأ تديلك زاوية وجود الزاوية دي هيبدأ يديلك تشكيل دائري فأنت كده غيرتها من الطبيعة إلى الطبيعة ووضع الطبيعة مع الطبيعة المدخلين فممكن دا يديلك كمان تصميمات أخرى تانية وهنا بقى أنا هتوقف عند رقم ستة لأن الحقيقة بعد ما صممت الوحدة دي أنا ما عنديش لسه تخيل هما هيحتاجوا إيه أكتر من كده لكن حطوك هذا المجال ليحتاجات الناس أنا عندي دايما مبدأ المبدأ ده قديم وتعلمناه من زمن أو الحاجة أمو الاختراع ربنا يعني عافينا جميعا رب الناس الله ألعف العفاية لو تحطينا في موقف زي ده أنت حتلاقي نفسك فيه احتياجات جديدة اتكونت أنت مكنتش حاملها في الحسبان وبالتالي لازم يكون التصميم مارين كفاية عشان يترك للناس حرية وضع الحلول اللي تتتائم مع احتياجاتهم الجديدة وبدأت فعلاً أعمل بعض المقترحات وبدأت فعلاً أعمل بعض المقترحات حاولت أن أنا وأشوف إحنا ممكن نعمل إيه فبديت أدي مثلاً الحلول كورفي شوية بحيث فيه قدر من البرايفيسي لأكتر من فرض من أفراد العائلة لو حيناموا كلهم بالليل مش على خط واحد التفريعات اللي حتدينا او فراغين متجمعين بمدخل واحد فراغات طويلة فراغات تلتار بعدها ما فيش حاجة اسمها دا كاملة ما نقدرش نعملها لكن تلتار بعدها عشان تتحلك وجود مدخلين مدخل أمامي وجانبي ودمجة أو جامع التكوين الدائري مع الخطي دي كلها الفوكابلوري أو المفردات أو الجرامر حقيقة عفوا القواعد اللغرية القواعد اللغة البصرية اللي حاولت أن أنا أنشئها من المفردات احنا هنا بنتعامل يا جماعة مع أبجادية بصرية زي الأبجادية بالزبط كلمات بتحطها في ترتيب مواني تديلك حروف عفوا آآ ألفابيتكس بتحطها في ترتيب مواني تديلك كلمة الكلمة مع التانية مع التالتة تديلك ستيتمنت أو جملة والجمل دي تديلك في الآخر ناراتف أو قصة فهو كان نفس المبدأ أو نفس الابروتش أنت بتتعامل مع المفردات التصميمية كأنها أبجادية والأبجادية دي أنت بتترك بقى تشكيل الجملة لليوزر مش ليك أنت أنت اديتهم الأبجادية اخترعت لهم الأبجادية والأبجادية دي عشان تكون بسيطة وتمنها رخيص فهي مكونة من حرف واحد فقط لكن لما بتحط عليه التشكيل يدرك الحرف ده يديلك معاني مختلفة والتشكيل هنا مش القصد بيه طبعا الضمة والفتحة والكسرة التشكيل هنا هو قابلية التغيير في الشكل للوحدة اللي احنا شايفنا ملحوظة صحيحة أتمنى حضراتكم تلحظوها هتلاحظوا أن الاج بتاعي الباز صحيح أفقي لكن الفاليز أو الوديان عندي ما فيش ولا واحدة منهم أفقية كلها ميلة وعايز حضراتكم كمان تلاحظوا الفتحات السوداء الصغيرة اللي هنا لأن الفتحات دي هي كانت القصة اللي اتعاملت بسببها الميول ديت الفتحات دي لها كزا هدف الحقيقة حيبان في اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم مفيش عندي أي فالي أو وادي آآ داخل لجوه أفقي عشان تقدر المية أنها يعني تنزل بسهولة من على السطح بتاع الفتحات الموجودة دي حيكون لها تلات أهداف هي أولا هي بيكون مغطاة ببلاستيك نايلون بلاستيك نايلون شفاف وده التصميم هيطلع كده يعني حيتنفز ويطلع كده لكن في الأساس لو هو فقط يعني ضل زي ما هو بلاستيك نايلون شفاف فهو حيدينا ناترول لايتينج عيدي لك إضاءة طبيعية عن أقل فترة النهار الفترة بتاعت الصباح كله بالكامل هتبقى كده ولو الوحدة دي موجودة في ملعب أو في صالة مغطاة عفوا فالصالة مغطاة مجايد ما هتنور الوحدات دي كلها هتبقى مضاقة معانا يبقى انت كده مش محتاج توصل إضاءة لكل وحدة أو لكل شلتر لكن لو اليوزر حابب أن هو يفتحها ممكن يفتحها فتديله وتبقى فتحها سهلة جدا يقطعها بألم بكتر بصوبة حتى بشدها الفتحة دي تتفتح أو واحدة أو اتنين بالكتير أو في الشلتر كله حيديله ولو كان الموضوع ده في فقدرت أن أنا أطور ببعض البلاستيك أو البولي بروبيلين ممكن بسهولة جدا أنك تجمع بعض المياه في الأمطار في الأيام المطيرة أو الأيام الشتوية فتحصل في الآخر على مليانة كلها بالمياه النظيفة برضو الموضوع ده الحتة الأخيرة بتاعت المياه دي ما زلنا بنتطورها مع الشركة الياباني أو مع الجماعة اليابانيين بحيث أن احنا تمنا نرخيصه وتبقى دي مجرد يعني تمناها بلاجان بلاي أو بلاجان جو مجرد ما تحطها وبعدين حابب تفكها تاني تفكها فاخترحنا أن بدل ما تكون يعني مواسير هيكون مواسير بحيث أنها يتم طيها وجمعها وفردها وتبقى سهلة جدا لو مش محتاجة أنك تفكها وترجع تقفل تاني اللي موجودة مع الحفاظ أن لازم تبقى كل الحلول دي لا تكونش فيها أي حاجة لمكلفة ولا بتعتمد على تكنولوجيا حديثة بعد كده حبيت أعمل تصور كامل لمكان في عدد كبير فبديت اقترح على الناس قلتلهم والله يا جماعة من وجهة نظر المتوضع اللي ممكن تبقى محتاجة قدر من التطوير لأننا الحمد لله ربنا يعني يمكن أنا وعليا ما كنتش لكن أنا درست الناس دي محتاجة أيه فحطت لهم طلبهم الأساسي اللي هو يكون جوة الأسوار أو جوة الحوائط بتاعت الصلة المغطرة اللي موجودة على الشمال لكن ندت لهم الفكرة حطلهم والله ده ممكن ينتقل بسهولة جدا بعربيات بسيطة لأنها روالا كلها من الكارتبورد كارتون خفيف وممكن مع التشكيلات المختلفة اللي كنتنا أشتعب لكده تقدر تصل إلى حاجات جديدة فممكن تعمل مثلا تعمل عيادات صغيرة وممكن تقوي مجموعة من الاحتاجات الأساسية لو عملية اللجوء دي أو عملية الأزمة طالت عن الوقت المتاح وده كان التصور دي الحقيقة كانت مسابقة تانية بتعتمد على نفس الأفكار والتصميمية بس دي ما كانتش متقدمة لليابان دي كانت متقدمة الأبروس واليونان التوليتين دول اللي كانت من 2011 أعتقد كانت المسابقة دي وبرضو ربنا أكرم الحمد لله بجائزة فيها وكانت الفكرة بس ما كانتش معمولة من الورقة هي نفس الفكرة لكن كلها معمولة من البلاستيك المضار تدويره مع النيلون أو الكياس النيلون المقوة لها سميكة شوية لكن كلها بلاستيك يعني الفكرة متشابهة جدا مع الفكرة اللي فاتت مع اختلاف هنا الموضوع مختلف شوية لكن الفكرة الأفكار التصميمية واحدة وهنا كانت المفرد أن الوحدة حيتم تصميمها بالشكل المسلوب ده يعني هي مش هتبقى بتطوى حتى وبتتفرد عادي لأيه أنت ممكن هي البداية بتاعتها كده بحيث أن هتكون معانا شكل مربع يتلقى أنه يقوي شخصيا وبعد كده على حسب الأعداد بتقوي ممكن أسرة كاملة فيها وبعده هنا حبيت أن أنا أدخل أكتر في المفردات أو في التكوين اللغوي للغة البصرية للشلتر الموجودة ودي كانت طبعا هو تفكير هندسي أكتر أو تفكير شخص مهندس بس في نفس الوقت المهندس المعماري ما يدعش يكون مهندس معماري ناجح من غير ما يشوف باللترالي تينكينج المجالات التانية فيمكن هنا أنا دايما بشبه أن اللغة بتاعتنا المعمارية مشابهة جدا لللغة المكتوبة والمسموع زي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو أي لغة بتتبع قواعد ولها فكان دور المشروع ده أنه يحط القواعد اللغوية أو النحوية أو اللي حيطلع منه لكن لا يقترح معينة يعني أنت هتحطوا لهم قواعد التجميع وتتركها هما اللي قرروا الجملة اللي هما هيحتاجوها أو التشكيل اللي هما هيحتاجوه بناء على المتطلبات وعلى متغيرات الموقف وهم اللي بدأوا يحطوا شرطهم لكن بنفس الفكرة وكان طبعا هنا سواء في المشروع ده أو المشروع المشابه اللي فات كان مهم جدا أننا أفكر إيه هو الهايدروفوبيك كفر الهايدروفوبيك أو كلمة هيدروفوبيك اللي هو شيء مقاوم لزي اللي احنا نسمعه يمكن مجازا الووتر بروف فالحقيقة هنا لقيت في الووتر بروف كان المشروع المشروع ده مستخدم شريط أو شيط خفيف جدا جدا نفس الشيطس اللي حضراتكم هتلاقوا موجودة فين الكبارات الورق اللي بتشربوا فيها ادنسكافية أو بتشربوا فيها الشاري أو القهوة أو في أي مكان اللي بتروح كافيتاريا زي ستاربكس أو أي كافيتاريا بتمسي كبار الكبار الورق دي لما بتحطي فيها مشروب ساخن ليه مش بتسقط أو ليه مش بتسرب لأنها مغطرة من الداخل ببلاستيك فيلم وده كان مصدر الوحي بتاعي إن أنا بديت أبحث في الصناعة أشوف الناس اللي بتصنع الكبارات الورقية إيه المادة أو إيه الخامة اللي هما بيستخدموها وبديت فعلا لقيت الخامة دي أولاً خامة رخيصة موجودة متوفرة بدليل إن الكبار دي بيطلع منها ملايين كل يوم تقريباً بينتج منها ملايين ويمكن مليارات كبارات الورق تقدر تدخل للكبارات الكبارات فده معناه إن الخامة دي فيه بروديوسرز وفيه مصانع وفيه خط إنتاج خطوط إنتاج كاملة موجودة ولنصمح الله في حالة الأزمة فأنت هتلاقي عندك ستوك ضخم جداً من هذه الخامة تم استخدامه والفرق بين المشروعين الحقيقة يمكن عشر سنين يعني المشروع دي ممكن كان الفين لا أعرفهم مش عشر سنين أقل ده كان في الفين واربعتاشر المشروع اللي فات اللي أنا عرضته كان في الفين واربع الفين واربع وعشرين في يعني فاق بينهم بتاع سبع سنوات ولا حاجة لكن مع البيبر أو مع فكرة الورق ما قدرتش أن أنا أطبق معلش هنرجع ما قدرتش أطبق فكرة البلاستيك فيلم ده لكن لقيت حاجة أفضل وهي سبري موجود وبيتم تصنيعه برضو يعني بانتاج كبير سبري ده مجرد ما بترشه على الورق بتقفل مسام الورق وبيعمل بنفس الكفاءة زي البلاستيك فيلم ومش لازم كل الشلترز اللي هتكون مصممة تكون هايدروفوبك يعني لو فيه شلتر موجود في الاندور خلاص خلاص يوجد فيه كوفر فيه حيطة فيه سقف عفوا السقف ده هيحمي الشلتر لكن فالاوتدور هي اللي ممكن تترشي الأول أو البيبر بتاعها اللي يتم معالجته حيس يكون هايدروفوبك ده مشروع تاني صغير كان موجود الشركة اسمها مش شركة هي مؤسسة اسمها وكانت فكرة بسيطة سمتها ودي عبارة عن برضو شلتر محمول صغير ممكن يتفرد بزي الأمبريلا لكن يجمع لك الميا كلها في مكان واحد مياهة نظيفة يعني مياهة الشطاء أو المطر برضو مياهة الفج أو الديوء أو الشبورة يعني وتبقى فوج نت لكن في نفس الوقت لو فيه شوية هوا تتحرك فممكن باستخدام تكنولوجيا يعملك توليد لبعض الطاقة لكن مجرد ما هتتفرد ده نفس فكرة الشمسية بالزبط بس حجمها أكبر شوية وحتى حجمها أطول لكن لازم يكون وزنها خفيف لكن هنا كان التصميم عدى كمان المرحلة أنه ممكن تتفرد أكتر وتعمل زي خيمة صغيرة ده كان الساينس اللي هو الموضوع وممكن تدينا حتى بعض التهوير البسيطة وده كان مشروع ما أخدش كتير من الدراسة يعني زي المشاوية اللي فاتت لأن كانت الفكرة من البداية يعني الحمد لله حازت على الإعجابة حازت على بعض التمايز بس ما كانتش بتناقش وقتها نفس المتطلبات التصميم فالتصميم هنا كان مشكلة أنه غالي شوية لأنه بيعتمد على بعض التكنولوجي أو بعض وبعض الخامات اللي ممكن تبقى غالية فهنا مش حقدر أقول أن ده يعتبر حل للاجئين لكن حل مثلا الناس اللي همون بتسلقين جبال بيبقى عندهم شوية فلوس أكتر شوية فممكن نشتري حاجة فانسي بالمنظر ده وبعضه تبقى شلتر أو مقوى يعني عملي ده بتاعه والميكانيزم بتاعه نيجي هنا بقى لقصة احنا كده شفنا المبدأ الأولاني اللي هو الماضي وشوفنا المبدأ التاني اللي هو استخدام التكنولوجيا العصرية المبدأ التالت الأجيال اللي حتيجي في المستقبل حتوصل لها التجربة دي زي والحقيقة الصورة دي دايما من أجمل الصور اللي أنا بحبها ده كان أول ملجأ من الملاجئ تعلمناه في العصر في الباليوليثيك إيج في الباليوليثيك إيج اللي هو العصر الحجري الأول الملجأ ده كله معمول بعظام الممث الممث ده كان حاجة كده كائن زي الأفيال وانقرد يعني من قديم الزمن ومغطر بالجلود حتلاحظوا حضراتكم إن الجلد مغطي الجزء العلوي اللي فوق أكتر عشان الشطر والمطر فده فعلا ملجأ كان موجود وده أنا بدأ رسه في كورسة تاريخ العمارة من ضمن الملاجئ المهمة طب إيه قصة الملجأ ده الملجأ ده يعني أو الشلتر دا كان فيه راقي جدا ومتقدم جدا جدا باستخدام خامات محلية موجودة كانت متاح في هذا الوقت كانت أو المجموعة اللي بيعيشوا مع بعض اللي كانوا بيكونوا بداية فكرة القبيلة اللي هي كانت بتشابه الأسرة في الاجتماعي بتاعها كانوا بتعاونوا في عملية الصيد فلما بيستردوا ماموث كبير عشان يأكلوا حتى أو يعني يتغذوا عليه ما كانش عندهم حاجة اسمها ويست ما كانش فيه فكرة فيه دايما حاجة اسمها circular economy أو zero waste فكان حتى العظام لا تترك للعرق حتى الجلود لا تترك للعرق بيعاد تدورها ويعاد استخدامها عشان تعمل الملجأ ومن هنا وأنا بدرس التريف طلبت من الولاد اللي عندي الحمد لله دلوقتي يمكن بقى لي ثلاث سنين نفس الاكسرسايز ده إنه هو ياخد أي نوع من أنواع التمانية وكان على سبيل المثال الماموث مولدوفا ياخد أي واحد من الشلترز الموجودة دي فيه فيه تمام أنواع مختلفة الحقيقة مش بس ده ويعمله عملية تحليل كامل وبعد ما يعمل عملية تحليل ويفهم إزاي البنى يعمل نفس الملجأ ده بس باستخدام خامات كلها موجودة والمفاجأة أو الصدمة لازم الخامات تكون من أي مكبس بالا من أي خرابة أو مكبس بالا ينزل يشوف إيه الخامات اللي موجودة خشب مكسر مرسير قديمة براميل حديد قديمة عربيات مكسر أي حاجة قديمة وكان السيناريو ده كورس تاريخ عمارة بالمناسبة ده مش كورس ديزاين ولا كورس ملاجئ ده كورس تاريخ بس تاريخ العمارة في مفهومي أنا أو ترجمتي أنا الشخصية مش هينفع يكون فعلا كورس مفيد إلا إذا طبق أو النور هاو بتاعت التاريخ ده في الحياة العصرية بتاعتنا اللي احنا عايشينها وهنا كان مخاطبتي للأجيال المستقبلية اللي هما طلبة بتاعنا أو الأجيال اللي هتيجي إن شاء الله في خلال السنوات اللي جاية قلت لكل طالب أنت ممكن تكون في الآخر مسؤول عن مجموعة من اللاجئين ولازم تتصرف كونك أنت المعماري الوحيد فيهم فلو حضرتك معماري ودارس دراسة أكاديمية معتمدة من أحد كليات العمارة يبقى لازم تتصرف حتتصرف إزاي انت درست في تاريخ العمارة الملاجئ القديمة اعمل لي بنفس الملجأ بتاع المامث ملدوفا بس باستخدام الخشب المكسر آآ شويد أكياس نايلون أي حاجة حتليها في مكاب الزبالة صورها واستخدمها وزي ما قلت لحضركه ده على سبيل المثال فبدأت فعلا المجموعة الطالبة اللي عندي كل واحد يبدأ ياخد مثلا ده أخد آآ نوع تاني من الواح الشلترز بنسميه إحنا اللي هو الإنشاء أو المزام الإنشائي اللي بيستند على ممكن جزء شجرة صخرة آآ أي شيء رأسي وبادقوا يعملوا المكيتات فده هنا مثلا اشتغل بال وحابب ياخد ويعمل به تجربة تانية كانت أو الخيم بتاعت العصر الجديد كانت برضو ده أحد أنواع الشلترز اللي كانت موجودة وبدأ دراستها فبدأ هنا برضو يستخدم آآ على ما أتذكر يعني كان فيه كذا آآ حل أحد الحلول كان بيستخدم اللي هي الكياس الغلة أو كياس الغلال آآ وواحد تاني يستخدم برضو الكارد بوردز واحد تالي تستخدم بعض الألواح الكوريجيتشيتس الالومينيوم وكانوا بيعتمد على استخدام المواسير جوه بديلا عن غصون الأشجار اللي كان بتستخدم في الماضي فكان هنا عملية الإبداع الحقيقة آآ كل واحد كان بدأ يعني يبتكر آآ نوع جديد هنا استخدمت الكياس النيلون وقالت إنه ممكن نلاقي شيتس من النيلون هي اللي تستخدم نوع تاني من أنواع الباليوليثيك تانس وهنا يبقى كده الدورة بتاعة المانيفستو اكتملت من وهنا أنا كنت الحمد لله سعيد إن الموضوع تحول من المشروع يعني يعني الفكرة امتدت من الأكاديمية أو من دراسة الأكاديمية إلى المشاريع الفعلية حننتخل دلوقتي للجزء التاني اللي هو المشاريع الصغيرة أو بنسميها إحنا وده من المشاريع اللي أنا الحقيقة بحبها جدا جدا أو مكعب وده كان ربنا أكرم به الحمد لله في جائزة حسن فتح للعمارة في سنة 2013 في التصميم الداخلي المستدام فكريته إيه الموضوع دايت فكرة ببساطة هي أربع أورد متجمعة في أوردة واحدة الحقيقة لما يقول دائما تكلمة في ناس كثير مش بتبقى فاهمة أو بتسيق فاهمها ولك مش ده المكعب بتاع اللعب هو فعلا ده المكعب بتاع اللعب فالناس بتتوقع انهم هم هيشوفوا مثلا واجهات ملاوينة والمكعبات يحصل فيها هو الحقيقة مش كده اللي يدرس الروبيكيوب حيلاقي ان ده كان تم تصميم وعن طريق عالم الواضيات وكان عمل كتير جدا أو كتير يعني مع التبديل والتوفيق لكل الواجهات المختلفة لحضراتكم شايفين دي يقدر يصل إلى حلول الرقم ده لو حد فيكو عارف يقراه ده رقم الحلول اللي ممكن تنتج من الروبيكيوب الواحد اربعة وثلاثة من عشرة مضروبة في عشرة للقس تساعتاشر يعني دي الحلول المختلفة اللي ممكن تطلع من الواجهات أو من الاشكال المختلفة عندك ستة كل فيس منهم بيحمل لون فطبعا عملية كانت معقدة جدا جدا وهنا دي مش بتاعة الحقيقة اللي سلايد دي أنا جابها برضو من ورقة علمية أو من يعني بعرف نفسي يعني باخذ من أحاوله وبعد كده رجع الاركيتكتر دي تاني إلى فالروبيكيوب في أصله أنه عندك واجهات مختلفة كل وجهة مخصصة بلون فأنا حولت الواجهات المختلفة أن كل وجهة تبقى قوضة وبالتبديل والتوافيق ففي نفس المبدأ بعده يبقى كل قوضة فيها كم من أو تخصيص كل عنصر من العناصر لاستخدام وممكن تستخدم عنصر من الواجه اليمين مع الواجهة الشمال عشان تعمل أو تدي له تجربة معيشية جديدة فبادرت عملية فعلا اللي هي اللي زي ما حضراتكم شفتوها قبل كده في لعملية التصميم الراجل ده محتاج والشخص اللي أنا كنت بصمينه ده مشروع كان فعلي حقيقي كان مهندس اسمه مهندس ايمن بدون ذكر اسم العيلة كان مبرمج وكان عنده بيت واسع على فكرة اللي كان اخترحت عليه الفكرة دي راجل طائق يعني دايما الافكار بتبدأ بواحد مجنون واحد مجنون مجنون مع ماري مع ماري مجنون المعماري مجنون بيقبل جنانه فهم اللي اتنين الحمد لله بيتجنانه مع بعض بيعملوا حاجة ربنا عافينا يعني دي كانت الفكرة وفعلا بدأت التطوير كان في 2011 لكن تقدمت للجهزة بعدية في 2013 بعدية الشكل وحتى اثناء عملية التنفيذ ده الفراغ ده الفراغ الفعلي ودي كانت فيلا موجودة في درج العرب يمكن دي كانت اول فيلا يعني انا فيزها في حياتي في الوقت ده من 10 سنين وكان الهدف ان احنا الجزء المخصص ده تعال نعمل فيه الموضوع ده انت تكن بالنسبة له كانت او كان المكان اللي هو محتاج يقعد فيه مع نفسه ويشتغل فقالتوله والله احنا ممكن نخصص مكان واسع تستفيد بالوسع بتاعه كل يوم من غير ما نزحمه بفرش كتير وعفش كتير وبقية المكان كله تقدر تمارس فيه رياضة تقدر تعمل فيه حفلة تقدر تقعد فيه حتى تستمتع بالوسع بتاعه وزي ما قلتلكم هو لازم يكون اتنين مجنون يعني مجنون بس كمان اجن منه ومن هنا بدأت الفكرة ويمكن هنا انا برضو يحضرني حديث جميل اوي انا رسول صلى الله عليه وسلم قالك اربعة من السعادة المرأة الصلاحة والمسكن الواسع وده اللي يهمنا في محاضرة النهاردة اللي هو البيت الواسع والجار الصالح طبعا والمركب الهنيئ لكن فيه كمان اربعة من الشقاء المرأة السوق والجار السوق والمركب السوق والمسكن الضيق فالسؤال هنا او البرادوكس اللي موجودة هل اللي انا عملته ده كان مسكن ضيق ولا مسكن واسع الحقيقة برضو يعني انا بحب دايما نسأل الناس على رأيهم وعلى وجهة نظرهم في المواضيع اللي انا بعملها فبعض الناس كانت شايفة ان اللي انا عملته ده ده مسكن ضيق انت زنقت عليه جدا اربع قوض في مكان دايق واحد بس كان دايما ارد عليهم يا جماعة ان صحيح ممكن يبقى بس ما تنسوش حضراتكم ان بقية الفراغ بتاع البيت بتاعه بقى واسعة فحتى المسكن الضيق او القوض الدقيقة دي اللي ممكن تتحرك وتبقى فيها موبيلتي تنتقل من مكان للتاني فبقية المسكن الواسع يقدر يستفيد منه ويقدر يستمتع به فهي الفكرة ان احنا ما عملنا لوش مسكن ضيق من نغلص عليه ده احنا لمينا كل حاجة في مكان واحد عشان يستمتع فقلا بوسع المكان ويقدر هو يقدر هو يستخدمه النهاردة عايز يستخدمه كجيم بكرة يعمل فيه حفلة بعدها يعمل فيه اي حاجة تانية فعنده البيت كله يقدر يستفيد بيه بعدها بسنوات في 2015 بدأت عمل الاصدار التاني او النسخة التانية انا برضو المشاعدين عندي مش بتتوقف مع مع مصابقة لان انا باعتبر ان المشروع هو عمل بحسي او عمل علمي فالعمل البحسي او العمل العلمي ده بياخد سنين في تطويره فالمشروع اللي فات اللي هو الجيل الاول او دا كان مخصص انه يكون دا كان مخصص انه يكون في فراغ مغطى لكن التاني مع الحفاظ على المبادئ التصميمية مخصص انه يكون في وكانت هنا الفكرة نهاية لو بنا اكرامك وادالك مثلا حيز من الارض وليكن مثلا مية وخمسين ميتين متر هل حتمل الميتين متر دي كلها ببيت ممكن في دا طبيعي اللي الناس دا تريند طبيعي اللي الناس كلها بتفكر فيه لكن هل ممكن نفكر بطريقة مختلفة حتى لو كان المجتمع ممكن ما يتقبلش مية في المية هذه الافكار بس ممكن تبقى بداية فانت ممكن تبقى بدل ما بتقضي طول وقتك في البيت لا قضي الوقت المينموم جوه البيت واستمتع ببقية المكان ونعمل لك جنينة كبيرة ونحط لك في الجنين دي أشجار ونحط لك وتستمتع بالمكان دا كمكان طبيعي زي مكان أجدادنا عايشين في العصول الأولى فليه لا ليه ليه ما نعملش كده فكان دي فكرة روبوكيوب برضو ربنا أقرم فيها الحمد لله كانت وقدة جايزة في 2015 فكانت الفكرة إن هو يبقى فيه أو تصميم موديولي التصميم ده يجمع آآ جوه طول ما هو قاعد بيستمتع بالبيت وعندك المطبخ والحمام وقضة النوم لنزيم قلت بلكده اللي فات ما كانش فيه لحمام ولا مطبخ لكن ده حيبقى هو البيت كله على بعض وكانت تحدي هنا أعلى وبعد كده كأنك أخدت مكان من الطبيعة وده أصبح مكانك الخاص ده بيتك استمتع بقى به كل يوم تقعد تحت الشجرة تقعد تستمتع بالمية اللي موجودة تقعد أي حاجة أو الدور اكتيفتي لكن لو فرضت عليك الظروف ومحتاجين اللي يوم دي تنتقل لمكان تاني فأنا برضو حاولت أعملها تيستينج في سيناريوهات مختلفة ممكن تبقى في urban setting في مكان حتى ما بين العماير ممكن تبقى في مكان غير ستوى لأنها معزول تماما ومكان يعني shelter shelter من الشتاء من الساقعة من كل حاجة لكن لو عندك فأنت ممكن برضو تستمتع بوجودك في الطبيعة حاولت أخذ لقطات داخلية طبعا بسبب أن المكان كان دايق شوية فطريقة أن أخذ لقطات عشان تحاول توسع المكان برضو الطبيعة الموديولية أو ده بالنسبة لي مبدأ مهم جدا في تصميم سواء أو المساكن الصغيرة إنه يكون مكعب صغير لازم المكعب ده يتلائم يتكرر ونقدر أن احنا نتوسع به لمساكن تانية حتى كمان الوحدات الخارجية دي فكرت فكرة قطع الغيار قلت دايما يعني كتير جدا من المنتجات اللي عندنا زي العربيات زي منتجات كتيرة زي الكمبيوترز لما بتبوز فيها حاجة بتشلها وبتغيرها بقطعة تغيار أخرى فده كان مبدأ روبيكيوب فكرة روبيكيوب اللي حضراتكم شايفينه هنا إنه على فكرة لو حد فيكو فكك مكعب روبيك ده حيلا إنه هو وحدات بتتجمع فقلت ليه لأ إنه إحنا ممكن فعلا تبقى فيه وحدات بتتجمع فممكن وحدات منهم تكون بقى شبابيك إزاز ممكن تعمل بوكس أو صندوق بريدي ممكن تبقى وحدات إضاءة حتى فكرة إنه انتبقى ريونتس قطع غيارة تتشال وتتركب كانت فكرة بالنسبة لي مهمة كمان داخليا ليه تبقى سابتة ممكن حتى راجل صاحب الفراغ ده هو يقسم البروتشن بتاعته على حسب احتياجاته بس تعمل له الموديول على تلاتين في تلاتين بحيث إن المضاعفات تبقى ستين في ستين لإنه إحنا بقى مصممين وديزاينرز وفاهمين الموديول الإنساني وتبدأ تيدي له حلول لو هو والله الراجل معاه فلوس ويشترى وحدتين ممكن يوسع شوية في بيته ييجي في حتة مثلا مكان بكر زي الغابة للطبيعة ويشتري وحدتين وعيلته بتجبر معاه ويجبر معاه وكانت هريحلة الحمد لله موفقة وربنا أكرم الحمد لله بجواز كتير جدا وكانت الأفكار دي بحاولنا أن أنشرها عموما ومش لازم زي ما قلت إن الأفكار دي تلاقي ترحيب من كل الناس لكن كان مهمة جدا إن أنا أسمع لكل الناس وده مبدأ اتعلمناها الحياة من المهندسين بتاع ناسا من زمان ويمكن اللي حضروا معا محاضرات بتاعت كنت دايما بقول هذا المبدأ المهندسين بتاع ناسا كانوا بيمشوا بنفسهم بيطلبوا من الناس إن هم يدولهم النقد السالب أكتر من النقد الإجابي النقد السالب هم اللي هيساعدهم على التطوير النقد الإجابي بيرفع عندك أو اللي احنا بنسميه الغور يعني لكن النقد السالبي هو اللي بيبين لك فعلا حقيقة الأم إزاي تقدر تطور فدي كانت نقطة مهمة جدا في خلال السنوات اللي فاتت كنت دايما بطلقة يقول لي والله لا دا مش حالو دا أنا حسسني بالفرق بالفرق الأماكن الضياقة الناس تانية تقول لي والله لو حطيت شبابيك ممكن ممكن تتحل المشكلة فبدي تطور واحدة واحدة ومازال العمل برضو يعني بيجر على تطوير هذا المنتج والحمد لله أماكن كتير بلغة كتير في دول كتير في 14 دولة وممكن 14 دولة كان أخيرهم كندا قبلها أسبكستان وكزاخستان وبنشر هذه الأفكار وبشوف وخطوة بخطوة إن شاء الله يعني هنصل نيجي للمبدأ الأخير وهو الكلية أو الجامعة أو الأكاديمية بديت أعمل التجارب دي كمان كدزاين إكسرسايز في الإنتيريو ديزاين وأنا قررت للولاد بتوع سنة أولى دا دي تمارين سنة أولى بالمناسبة إن يكون عندنا مجموعة من الوظائف أثليت يعني راجل الرادي محترف عشان نشوف في العملية هتبع احتياجاتهم الإنسانية واحدة لكن احتياجاتهم العملية أو الوظيفة أو الجوب هي اللي هتختلف وده كان مهم جدا إن احنا نبدأ نعلمهم إزاي يضعوا بليمتد ريسورسز يعملوا مسكن يحقق فعلا الراحة الإنسانية ويدي للشخص إحساس إن المسكن ده مسكن واسع وطبعا المبدأ السستيني بالموجود في الموضوع ده هو المaterial reduction لو أنت قدرت تختزل أربع قوة في مكعب واحد أنت وفرت كم من الخامات وكم من الطاقة وكم من الكاربون ثاني أكسيد الكاربون اللي كان حيستعلك في المصانع لإنتاج القوة دي في مكان دا لكن أهم شيء بالنسبة لنا هو كمان الراحة الإنسانية وبدأت فعلا في السكوليات ما بين مصر ما بين لبنان ما بين دول تانية كنت بدي فيها الوركشوب دي وبدينا نصل إلى الروبوكيوب بس الروبوكيوب المرادي ما كانش تصميمي بعدها كان تصميم الطلاب بتاعنا وهم بدأت كتير جدا من حلول تظهر استخدام مرة الكمبيوتر مع الموديل أنا دايما عندي مبدأ لازم يشتغلوا بأيديهم كما كان عشان يفهم الموضوع بعد ما يشتغل بأيده لازم يستخدم التكنولوجي عشان يعمل حصر حتى للكميات ويقدر يعمل عملية تطوير زي ما احنا كنا شايفين برضو افراد لكل الموجودة وانتاج وكانت الحمد لله السنة وراسنة كان العملية بتتطور واحنا كمان أنا حتى شخصيا بتعلم في التدريس ايه هي الاحتياجات وبعد كده بدينا نقول والله لازم كمان نطفي لمسة جمالية المانع الموضوع ده مش موضوع مش لازم يكون كئيب ده لازم يكون موضوع ممتع وحلو وممكن يكون مكان في اجازة يعني شخص مشاري مثلا شالي جبير لكن الشالي ده كله عايزه مكان واسع عشان اجازة ويستمتع به وصحابه لكن لما يجي ينام بالليل او المطبخ بتاعه او الاحتياجات تكون في اماكن ضيقة ومرة كانت اسمها مرة كان ده مثلا بيت كان بيتفتح ويتقفل فالصبح مصلا ممكن يفتحه بالكامل لكن في النهاية النهار ممكن يرجع يضمه ويقفله تاني ويقفله بالمفتاح ويسافر لو حابب انه يقفله بالكامل وده كان اول دفع في لبنان الحمد لله يعني ربنا اكرم ودارستيلوم لهذا الموضوع مثل انا سرانو كان بتشتغل معي برضو في تطوير الافكار دي والتجربة الانترناشنال اللي هنا كمان كانت مهمة وافكر حضراتكو تاني بالمانيفستو تلت خطوات الماضي تطوير موضوع باستخدام تكنولوجيا وفي الاخر تسليمه للاجيال المستقبلية دي كانت رحلة ببساطة والحمد لله اخر اللي هي بالعلامة الحمرة دي كانت في اليابان ويمكن ان شاء الله قريبا كمان يبقى فيه دوت جديدة نقطة حمرة جديدة في مكان جديد في العالم منتظر بماذن الله يعني تجيني الاخبار الاجزيبيشنز كمان فيه هيتعمل في اليابان فانا لسه ما حطتش بس النقطة السفر هنا لحد ما ان شاء الله ما يتم المعرض في خلال الاسبوع اللي جايدة او اللي بعده الكتير وبالنسبة للوركشوبس كمان فيه نقطة خضرة حتضاف ان شاء الله في اندونيسيا في شهر اتنين اللي جاي وفيه نقطة في الهند كمان حتضاف في شهر كمان تلاتة اللي جاء شهر أربعة عفوا اللي بعد رمضان على طول فيه اتنين ووركشوبس هيتعملوا لتدريس او لتدريب الناس اه على هذا هذه المبادئ التصميمية طبعا انا ما ذكرتش كل حاجة في المحاضرة اللي بتاعت النهاردة لكن وفيه علم وفيه نوليتش برضو كتير وراء الحاجات او التجربة اللي احنا شفناها ربنا اكرم الحمد لله ودي كانت مجموعة من الفينيوز اللي عرض بعد التجرب او الفكر ده وهنا بحب انهي دايما المحاضرة بالبامبو ثيري او بامبو تري ثيري اه فكرة شجرة البامبو تحديدا شجرة جميلة جدا مفيدة جدا اللي انها غريبة جدا جدا شجرة المنبو دي ممكن تقعد خمس سنين كاملة بترو فيها وزرعتها انت في الطربة وكل يوم ترو فيها ما يطلعش منها صمت واحد من الارض خمس سنين كل يوم مفيش يوم يعدي الا ولازم ترويها ولازم تعتني بيها وما فيش اي نتيجة وما فيش اي اثر وما فيش اي حاجة وشيء بيبقى محبط مخيب للامال انك خمس سنين بتستثمرهم في هذه الشجرة وما فيش اي حاجة طالت منها اللي ان الغريب في الامر ان في خلال شهر ونص او شهرين الشجرة لي بعد كده بعد خمس سنين لما تبدأ تطلع من الارض او من الطربة في خلال شهر ونص شهرين ممكن تصل طولها الى 30 متر اللي عايز اقوله ايه ده الكيرف بعضه في علم الاحصاء في علم الستاتيستيكس بيسموه كيرف النجاح بييجي دايما مرحلة بيسميها احنا نقطة الانطلاق وممكن تفضل سنين طويلة او شهور او يمكن عمرك كله مش حاسس باي تأثير اللي انت بتعمله لكن في لحظات ما هتلاقي ان الموضوع بدأ ينمو اول مرة اسمع عن مبدأ البنبو ده كان عن زاة حديدة الله يرحمها ده وفت كانت قالت لك في لقاء في تلفزيوني قبل كده انها قعدت عشر سنين كاملة بتعمل مسابقات وبتدخل في مسابقات ومحدش مختنع بهذه الافكار من عكس الناس كان بتضحك عليها الناس كان بتقول عليها مجانين لكن بعد نهاية السنة العشر او في خلال اخر العشر سنوات دي حصل لها البومينج سكسس وصلت لمكان كانت يعني قبل متتوفى الله رحمه لما بتروح امريكا كان رئيس اوباما بينتظرها في المطار يعني مش بس بنسمعها ستار اركتكت لكن وصلت لمكان عاليا جدا جدا لانها عملت اوريجينال كونتربيوشن تو هيمان ريس وده اللي انا بنادي به انا ما زلت الحقيقة في اول الطريق بس عندي مجموعة من الافكار ارحب بمشاركة حضراتكم لو شايفين ان الافكار ديت محتاجة تطوير اه اذا شيء جميل جدا لو محتاجين لو شايفين الافكار ديت اه يعني جيدة مفيش مانع اه شايفين فيها عيوب برجاء ان انتم تذكروا لي هذه العيوب ومع بعض نقدر نوصل ان شاء الله دي مجموعة اللينكات بتاعتي على السوشيال ميديا ارحب بحضراتكم اهل النصر اهلا بيكم تقدروا تتواصلوا معايا اه لسبب ومن غير سبب تقدروا تيجوا بس تولي حتى يعني تلقوا السلام يعني واتشرفت بوجودكم النهاردة وشكرا بشماندي صمر على هذه الفرصة الجميلة الف شكرا لحضراتك يا دكتور جزاكم الله خيرا يعني محاضرة قيمة جدا يعني تغيير كبير جدا في الافكار ويعني شايف والله الناس كلها اه بتشكر حضرتك وكتبين رائع بارك لكم يا رب جميع الف شكرا حضرتك كان فيه مهندس محمود بيسأل عن التفاصيل الورش اللي حضرتك بتعملها والله هي الورش انا انا غالبا بشتغل مع اه مؤسسات يعني اي مؤسسة بتخاطبني بجهز لهم ورشة بناء على البرزنتيشنز حتى اللي انا بعرضها الورش بتتنوع كانت الاول في استخدام الكمبيوتر تيكنولوجي برامترك ديزاين اه بعد كده تطورت للفكر التصميمي نفسه وبعد كده اللي يمكن من حضراتكم حضر معاك الاسبيس اركيتكتر حيلحظ ان انا كنت بشتغل كتير في الاسبيس اركيتكتر فبعضو بديت اعمل ورش كتير في هذا المجال واخر شيء على فكرة الاسبيس اركيتكتر والمساكن الصغيرة هما الاتنين واجهين لعملة واحدة احنا بعضو في الاسبيس اركيتكتر لما بنشتغل بيبعندنا ومحتاجين ان احنا نستخدم نفس الافكار التصميمية دي اه في يعني على حساب مؤسس بس انت حضراتك لو حابب تتباني انا على الصفحات بتاعتي على الان وعلى صفحة الفيسبوك دايما باعلن عن كل حاجة والحساب الرسمي للانستجرام اه ولو في محاضرات هتلاقيها موجودة حتى بعد الورش العمل اللي بتتباني بتسجيلها انا بحطها كلها على الشانل بتاعت اليوتيوب فممكن لو ملحقتهاش تقدر انك تحضر حتى لسه حتى مبارح حاجات جديدة نزلة ولازم يومين عشان الناس اللي حابة انها ترجع لها تاني تمام دكتور في حد كان بيسأل مهندسة ماجي كان بتسأل اه شرح اكتر عن جافية عزل الوحدات بذات الكرتون ضد المية والحرارة اه ضد المية في عندنا اه هو اول حاجة انت حضراتك لو كتبت الهايدروفوبك او الهايدروفوبك فيلم هتلاحزي ان فيه فيه منتجات كتير جدا جدا موجودة في السوق اه اول منتج انا ناسي اسمه الكيميائي دلوقتي بس هو نفس اللي بيستخدم في التغليف الداخلي للكبعات الورقة لو مساكت اي كباية وورقة بيتعمل فيها شاي او نسكفي هتلاحزي من جوة انها بتبقى هيدروفوبك لو ختيها بالكتر كده اطعطيها هتلاحز ان فيه طبقة شريحة وفيعة جدا من غطاء كده بيبطانها ده نفس الغطاء اللي انا استخدمته في المشروع التاني لما جيت ابحث بعد كده ايه الجديد اللي حصل في الصناعة في اخر سبع سنوارات ديت لقيت ان فيه موجودة حتى بتستخدم مع الكاردبورد عشان تديها العزل بنفس الكفاءة بس بتكون طبعا فيها مرونة ان احنا مش لازم يتم وضع العزل ده فعملية الانتاج المبدأي لا ممكن اي كارتون قديم كارتين قديمة تتعزل وتستخدم باستخدام وده يتحلي الفرصة ان انا ممكن اعمل عملية يعني بعد كده لما لقيت ده موجود ده معناه ان انا مش محتاج تحضيرات خاصة من البداية لا ده لقيت اسهل ان انا اخدها اخد اي كارتين قديمة يعني بمعنى اصح واعد تدورها وتتراش اه ممكن احاول اجهز لحضرك اسم المنتجات واسم المصانع يعني ديت وممكن ابعثها بعد كده استأذنك بس تبعتيلي اه ميسج او حاجة على اي فيسبوك او لينك دين وهبعث لك ان شاء الله اسمها المنتجات تماما في اه ممكن تشامح حضرتك لدراسة تاريخ العمارة اه ترشيح يعني مش فاهم يعني كتاب مثلا حلو حضرتك شايفو اه اه لا هو حضرتك على حاجة هو تاريخ العمارة هو نفسه يعني اي انا اعتقد ان اي كلية بين كليات الهندسة والعمارة لازم حتكون بالدراسة الماضية لكن عمما الكتاب الاساسي اللي انا دايما بستند فيه وده الكتاب اللي احنا تعلمنا منه وما زال قوي جدا كتاب history of architecture لسور بانيستر فليتشر او ما جازم بيقوله عليه كتاب فليتشر بوك لان كان الكاتب بتاع صور بانيستر فليتشر فده الكتاب اللي حتلاقي فيه تقييبا طريق العمارة كلها القديم والجديد والمصر القديم والحضر الحضارات الشرقية الصين ولانهاتي فيه كل حاجة لكن هو الاهم من الكتاب هو كيفية ترجمة الماضي ده فحاجة انت محتاجة بقى حاليا هو ده اللي انا بعتقد الاهم تماما دكتور طيب لو حد عند سؤال ممكن يعمل رئيسه انت موانس حسين القديم بيقوله جزاكم لاخر ان شاء الله تشرف مصر العربة الانسانية جميعا بمستعب البار وعب قرية متميزة ربنا يا جزيك كل خير حاجة تسلم يا رب الله يا عزيك هو هدف محاضرة اليوم ان انا اعمل زي الارم او 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 اوصل صوتي للناس انك ممكن تفكر بطريقة جديدة يعني تاريخ العمارة كلنا درسنا تاريخ العمارة لكن هل كلنا طبقنا اللي احنا درسناه في تاريخ العمارة فده هدف محاضرة اليوم هي ايصال وجهة نظر جديدة في المجال يعني مهندسة يا سمين بتسأل حضراك اسماء المؤسسات اللي بيكون فيها الورش ممكن نتابع الفيسبوك عند حضرتك اه لو حضرتك تاريخات البوست بتاعي انا طبعا لان الحمد لله كانوا كتير يعني بس ممكن هتلاقي كل البوست انا حضرتها على اللينكد انو على الفيسبوك واللي جاي ان شاء الله برضو نفس الموضوع في حاجات منها يعني اخر حاجة كانت في ديجيتال فيوتشورز مثلا كان في شهر ربع اللي فات بتاعت اندونيسيا اللي جاي دي هتبقى تابعة حاجة اسمها والله الثانية واحدة انا كانت عندي على واتساب اسم المؤسسة احيانا بتكون اسمها معقدة شوية بس هجيبلك اسمها كان اسمها انتريكسا جلوبل دي بتاع اندونيسيا بتوع الهند مش عارفة اقرار الحقيقة اسمها اسمها صعب على النطور بها هي بتبقى على حسب المؤسسة اللي بتكلمني بس هي اغلبها كل اعمال اه غير هدفة لربح يعني انا دكتور اه دكتور اه اه دكتور اه اه دكتور عامري بتسالح حضرك هل ممكن نظم حضرك محاضرة او لاين اه لطلاب جامعة شرفيني اهلا وسهلا بحضرتك تقدير تتواصل معي عن طريق الفيسبوك مسنجر عن طريق الايميل اه برض انا حكتب لحضرتك في الشات الايميل بتاعي تقدير تواصله معي فيه واتشرفوني اهلا وسهلا بكم. تمام يا دكتور جزاكم لكل خير والشكر حضرتك. وربنا جزاكم لكل خير حاجة تسلم. عادينا على شكر. الله يكرم. والشكر لله راحت وتسلم وتشرفت بوجودك تاني واشكر بمشمان دي سعمر لاتحت الفرصة دي للتواصل ويا رب يعني يكون الموضوع آآ نقطة او علامة فريقة تخلي الناس تبدأ يعني تفكر بطايا قدية بيزن الله مختلف. نجزاكم لكل خير حضرتك. نجزاكم لكل خير.